تعادل بيراميدز مع ساندونز الجنوب أفريقي سلبيا في المباراة التي أقيمت اليوم بستادي لوفيتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دور الأبطال ونجح بيراميدز في إيقاف خطورة لاعب ساندونز على ملعبهم لينتزع الفريق السماوي نقطة ثمينة وشهدت المباراة طرد أسامة جلال مدافع بيراميدز للحصول على الإنذار الثاني في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بهذه النتيجة رفع بيراميدز وصاندونز رصيدهما إلى أربع نقاط بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي حراسة المرمى أحمد الشناوي خط الدفاعي محمد حمدي أحمد سامي أسامة جلال محمد الشيبي خط الوسطي بلاتي توريه مهند لاشين كريم حافظ رمضان صبحي وليد الكرتي خط الهجومي فخري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء أحمد ميهوم علي جبر أحمد فتحي أحمد توفيق محمد رضا بوبو عبد الله السعيد مصطفى فتحي يوسف أسامة دود الجباس وخرج من قائمة المباراة الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر بينما ضم تشكيل صاندونز كل من حراسة المرمى رونين ويليامز خط الدفاعي موسى ليبوسة عبد المنعم بطويل هولونفو كيكانا خولي سامودو خط الوسطي تيب كوفو موكوينا مارسيلو أليندي ثمبازواني تابيلو ماسيكو خط الهجومي لوكاس ريبيرو فيتر شالوليلي موسيقى